افصلنا ايام قليلة جدا عن بدء الانتخابات وطبعا في العديد من المراكز والمنظمات اللي هيتم او هتشارك في اعمال متابعة الانتخابات المركز المصري للفكرة والدراسات الاستراتيجية اعلن عن مشاركته في اعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية اللي هتتم ان شاء الله او هتبتدي في الداخل ايام 10 و 11 و 12 من ديسمبر الجاري وده طبعا باعتباره كيان وطني مستقل وده بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المركز المصري للفكرة والدراسات الاستراتيجية علشان يتم قيده في قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات بيستعد المركز المصري للفكرة والدراسات الاستراتيجية للمشاركة في اعمال متابعة الانتخابات الرئاسية وده هيكون اعتبارا من مراد الخميس 7 ديسمبر يعني ده قبل بداية الانتخابات بالتأكيد ده 7 ديسمبر 2023 بيستعد فريق عمل كبير جدا وضخم بيضم مين بيضم مجموعة من الخبراء وشباب الباحثين وحيتواجد هذه الفرق المجموعة الكبيرة اللي حد نتكلم عليهم حيتم تواجدتهم بعد كده لمتابعة الانتخابات في الميادين في كل مقار اللجان الانتخابية وحيتم بالتأكيد تسجيل الملاحظات الخاصة بصير العملية الانتخابية وبعد كده حيقوم المركز في وقت لاحق برفع هذه النتائج للمتابعة الهيئة الوطنية للانتخابات وكمان الهيئة الوطنية للانتخابات كانت أصدرت التصريح اللازمة لفريق المتابعة الخاص بالمركز في وقت سابق وده طبعا أسواب عدد كبير من المنظمات بنتكلم في منظمات محلية ومنظمات كمان دولية هيكون لها حق المشاركة في متابعة الانتخابات واللي تم نشرها في الجريدة الرسمية بالقرار رقم 21 لسنة 2023 الحقيقة من الحاجات المهمة جدا جدا هذا الاستحقاق الدستوري الهام وبنأكد على حضراتكم ده مش فقط استحقاق الدستوري لكن واجب عليك يعني مش ان انت بس يعني لك حق ان انت تعمله سواء ما كان تختاره لا لكن ده من الواجبات ان انت تثبت حقك في المواطنة وان صوتك بيفرق لازم ده يبقى عندنا نوع من انواع الثقافة لازم نعمل الثقافة وتغيير لهذه الثقافات وحنتكلم في هذا الموضوع النهاردة بالتفصيل الحقيقي من خلال كرائتنا للأخبار حنتكلم في التاريخ زمان انه ما كانش عندنا ما فيش يعني يمكن الليفجيلي ما عندهمش الموضوع بتاع الانتخابات وكنا نتفرج على العديد من الدول نشوف انتخاباتهم يمكن تقول ايه ده في انتخابات دلوقتي انت مش عندك انتخابات لا ده انت عندك انتخابات تعددية فحنتكلم في هذا الموضوع بالتأكيد بالتفصيل النهاردة لكن نروح بقى طبعا لأهالينا في غزة وبنأكد دائما ان فلسطين قضية لن تموت وسط تحذيرات دولية من عدم وجود مناطق آمنة في غزة ودائما بنأكد على هذا الموضوع للأسف ما فيش مكان بقى آمن في غزة نتكلم على البيوت بيتم قصفها المساجد الكنائس المستشفيات المدارس لا يوجد مكان آمن في غزة